موسيقى السلام عليكم معكم سي عبو طي مصطفى ممتي شركة زار الزيزون المتنفي في صفقة اللي داز نهار 23 وعشرين خمسة لابيردو فردي خمسة عام 2018 اللي شابتها شوية خروقات كم هذا المنبر كان وجهه سيد المسؤول على الصفقات العمومية فتحت الحقيق فهذا السمسنة اللي دازت جماعة الفنيدق اللي كانت فيها شيء شوية تصرفات كتبان على أن تمشي في اتجاه اللي ما كي يحترمش قانون ذي الصفقات العمومية فلهذا بعد لما شاركنا فهذا الصفقة هذه العمومية راحنا أن يتم إقصاء جميع الشركات المقاولات المشاركة في هذه الصفقة هذه واختاروا الشركة واحدة أنها هي اللي بقتل من ضمن المشاركين اللي تتعطط لها أنها صفقة في الاستغراب جميع المشاركين علش من بحثنا في الأمر لقينا بأن الناس الذين يقولون أن الدماج الاجتماعي لا يتوفر على 25 عكس أن القانون الصفقات يقول بأن المشاركة يتوفر على طريق الشراف والضمانة إذا ما ترسى عليه صفقة يمكنه أن يجيب أن الوراق المكملة المكملة هذا يشير له في نظام الاستشارة كما ترى هنا بالنسبة للمتنافس المزمع يسناد الصفقة إليه وفق الشرط محددة يعني هم يشير هنا في نظام الاستشارة أو كما ترى هنا أن الاستشارة عادي يمكنه أن يجيب هذه المسائلة كيف يعقل أن يشير أن نخدم 80% من العمال الجماعة و أنا لدي الناس الذين يعملون مقيدين ما يمكن أن يعملون بهم من فاس رغم أن أطرحنا السؤال على السيد الرئيس 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 قصة سوى الرئيس الرئيس ينظر لم الهدر من الهدر الذين وصلنا للتسهديد لأن العمل لا يوجد شيء حشيتهم ولا يوجد شيء بحركة، فلهادنا نطلب من الجهات المسؤولة على الصفقات العمومية فتح تحقيق فهذه الصفقة التي نسميها صفقة بشبوها، هذه الشركة التي تفز بالصفقة كل ما أنها تترجلها في جماعة إلا وأنها تفوز بالصفقة، هذا الشيء نحن نتظرين، لا حقا الأصداء قبل أن تدخلوا للقاعد أصداء تقول بأن الشركة فلان فلان هي رهية التي ستجعلها، ولهذا نطلب الجهات المعنية لكي يفتح تحقيق يكون نازيه، بحثين أن يفعله الناس، لذلك الحمد لله المغرب نحن أنه إذا أريد أن يزيد القدام ويريد أن يحافظ على هذه الديمقراطية التي ستجعلها، لا تريد أن نكون لديه لما تريد أن نكون لديه أحد تحقيق أو يقضي، أمي أحد يقضي، إلا أن يكون لدينا طموح مهما أننا نتحرك في مدينة فاس أحتى مدينة تطوان التي هي جزء جزء من تصرب الوطني لا نشعر بأننا نحن غراباء في هذه المدينة لأننا نتعاملون بشكل صحيح للمنظر ولهذا يمكنكم استرفض المنظر لذلك الناس كفانة من هذه الشهادة كفانة من هذه التجاوزات كفانة من التصرفة الأخلاقية كيف يعقل أن جميع الشركات تقصى أو تتحرم من حقها كيف يخبرون القانون أنك تشارف ميلف ويشوف أخر مطاف يدير لك حواجة تعزيزية يطلب لك أنك تتفوز بالصفقة لكن لا ترى هنا هنا تظن نظام الاستشارة ويأتي هنا ويأتي هنا والدين الذي رسلت عليها استفقائها هو الذي يريد أن يكون بعد أن يأتي بحاجة تكميلة تأتي بحاجة تكميلية نحن نستعدين إذا رسلت علينا استفقائها نجد هذه المطلوبة لدينا قانون الذي يشير له وقت زماني رغم أننا الشركة التي تريد أن التمن يتمكن بعد أن نجد تقلبي على الموارد لتقلبي على الموارد لكي تكون أنت تكون على الموارد لكي تكون لدينا لكي تزيد لكي تسير ونصفها كان يطلب الله يكسر هذا المنبر يتعاود النظر في هذه الصفقة وشكرا